نطلع بقى ونشوف فيديو أيضاً لكابتن محمد بركات وهو بيوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي ونرجع نعقب عليها بواحد مستحمل طبعاً الهجوم مفيش مشكلة الناس من حقها تتكلم والناس من حقها تهاجم وأنا نفسي اتهاجمت من جمهور النادي الأهلي يعني يعني أنا نفسي حاجة ما كنتش أتوقحها ولا أصدقها يعني اللي ما بيننا كتير يعني اللي ما بيننا كتير أو ولكن يمكن أنا اللي دايقني شوية أوزع علم بقليش دايقني لأن أنا ما أقدرش أزعل من الناس لأن الناس عند حقها ناس ما ناس بتحب أشخاص جوه النادي الأهلي آه حب الأشخاص وكل حاجة إنما جمهور النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي أكتر من أحد أكتر من أي لعيب آه بيبقى عارف اللي لعب واللي عمل واللي سوى وبتاعه ويحبه بيحطه على دماغه وقعدت سنين بتشال على الراس جوه النادي الأهلي ولكن اللي بيماس جمهور النادي الأهلي لا بيحب النادي حب الكياء النادي أهم من أحد جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي عنده أهم من محمود الخطيب نفسه ولو ما هجموش وعملوا الكلام ده ما يبقاش هو ده جمهور النادي الأهلي اللي أنا أعرفه فاتهجمت اللي حز في نفسيتي شوية ناس كتير وخبتوا الجواب ومش عارف إيه الجواب والله العظيم قسما بالله العلي العظيم ثلاثة وحيات أولادي الجواب ده أنا لا أعرف عنه أي حاجة ولا المجلس يعرف عنه أي حاجة ولا ظهر من أساسه ولا حد فيه نحنة تسعة شاف أنا بقول لحضرتك أي منات المصطفى اللي عايز يصدق يصدق فيه غلط أو وصل الجواب وصل فيه حد مسؤول أن الجواب مطلع آه فيه حد مسؤول أن الجواب مطلعش اتهمني أنا في الآخر هي فوش التحاد الكورة ولازم اللي يشيلها التحاد الكورة والأهل لما يزعل وجمهور يزعل لازم يزعل من التحاد الكورة بس قول لي أنت مأثر قول لي أنت مهمل أنت مش متابع كويس أنت 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 حاجات دي والله العظيم على الرأس بس فكرة أنت أنت خبيته الجواب لا أنا مصلحتي إيه كمحمد برق ده النادي الآلي ده النادي بتاعي يعني النادي الآلي ده النادي بتاعي الجمهور اللي زعلان دوت هو اللي أنا كنت راجع من قطر مخلص عامل أسوأ سنة في حياتي هو اللي وقفني وهو اللي والله بعض يا بركات وهو وهو هو آه طبعا تقعد بقى تتعلم من أخطائك وتبتدي بعد كده تشوف لجنة وتعمل لجنة للمتابعة جوه اتحاد الكورة ودي مش عارف إيه والفاكسات إيه والإيميلات إيه والجوابات إيه ومش عارف إيه دلوقتي يبقى كل واحد دلوقتي في المجلس دلوقتي الصدر والورد كل يوم لازم يتبعت له على تليفونه وبقى عارف إيه اللي طلع من الاتحاد وإيه اللي دخل من الاتحاد والمرسلات وإيه وإيه بصوا يعني لأخفيكم سرا إن كابتن محمد بركات من ناس اللي أنا بحبها على المستوى الشخصي ومن لعيبة اللي لهم ما كان في قلبي كبيرة جدا 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 ولكن كابتن محمد بركات هو اللي حط القعدة اللي بناء عليها بنتكلم وهو إن النادي الأهلي بالنسبة لجمهوره حتى مبدأ المسألة وحقوق النادي الأهلي مش بس عند أعضاؤه أو عن لا ده حتى رئيس النادي الأهلي نفسه فإحنا موافقين القعدة ده يبقى ما بالك لما تروح لاتحاد الكرة فكرة الإقرار بالمسئولية وإن إحنا الجواب وصلنا وإحنا التسعة ما شفناهوش وإن إحنا عملنا لجان تنظر داخليا النتيجة إيه ما هو ده جماعة حق النادي الأهلي ما يا جماعة لازم نحطه كده زي ميساق ما بيننا وما بين أي حد إنت جمهور النادي الأهلي عندك شخص لرمزية أهلاوية جوه اتحاد الكرة أو لمسئولية أنت طالب منه إيه هل أنت كأهلاوي طالب منه أنه هو ييجي مثلا زي ما حصل مع نادي الأهلي من أحد الأشخاص المنتمين لنادي تاني زي أستاذ عمر الجناني تحديدا وأنا بقولي لإسمه هل مطالب أن أنت تيجي مثلا تأيد لعب زي كهربا فيتقال لك لازم تدفع المديونية فتروح كنادي أهلي تقعد تلم الفلوس عشان تدفع المديونية وتأيد كهربا في أربعة أو خمسة يناير عشرين عشرين وييجي بعدها كسونجو يتأيد ويطلع نفس المسئول على أحد التطبيقات أو كلاب هاوس يعني يتكلم في أنه لا أنا سجلت لعب برغم وجود مديونية هل أنا طالب كنادي أهلي أو كجمهور أهلي من مسئولي في الاتحاد أنه هو ييجي في وقع زي قيد لاعبين وزي ما طلع كابتن أيمن يونس وصرح بشكل مباشر أنه أنا كلمت الناس قالوا لي والله مش هينفع أنا أيد لك أنت عليك مديونية طب أنا مش هقدر أتفحها طب استنى نشوف لك حل وأيده أنا طالب كده لا أنا بقول لا ومش هطلب كده وأنا كأهلي أو كجمهور أهلي أول ناس مضارين من الطريقة دي ومش عايزين الطريقة دي لأن الطريقة دي معناها أن اللي على الترابيزة بيخدم ندي مش بيخدم العدالة والفير بلي بين كل الأندية فمبدئيا إحنا مش عايزين ده أمال عايزين إيه عايزين العدالة عايزين إن لما الناس تقعد مع أهلي وزمالك ومع كل حد يبقى فيه مصطرة واحدة يبقى فيه مصطرة واحدة لكل الأندية يبقى لما فيه مسؤول أو بيتقال إحنا ما شفناش جواب ده سبب أدعى إنك تطلع تاخد قرار وتتهم وتوجه اتهامك وتوجه تحقيقاتك وتطلع بنتيجة نهائية زي ما الاتحاد الأفريقي اللي إحنا حتى بنلوم عليه عمل في قضايا كتير جدا داخلية وقال المشكلة هنا فيه إنما أنت ما عملتش ده فكرة إن إحنا بقيتبعت لنا الفاكسات دلوقتي يا فرحتي طب حق النادي الأهلي فيه إذن أنا مش عايز حد يجامل النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي قدوا النادي الأهلي كتير جوا الملعب والأهلي الدون كتير أما في موقع المسئولية أنا عايزك يا أخي تعاملني على أهل زي باقي الأندية فدي الرسالة وده اللي طالبه جمهور النادي الأهلي وده اللي ما بيسمحش فيه أما تاريخ أي لاعب داخل النادي الأهلي حيفضل على رأسنا وحيفضل متشال وحنفضل مقدرينه لأن ده ملوش علاقة خالص بموقع المسئولية أما حقوق النادي الأهلي فهي زي ما قال الكابتن محمد بركات جمهور النادي الأهلي لا يسامح فيها أي حد مطلقا أعتقد الرسالة كانت واضحة ونتمنى قريب نعرف مين المخطئ والمقصر لسه أنت عايزت لسه تتمنى تعرف مين المخطئ أو المقصر لا بشكل رسمي مش عارف نحن نتمنى معاقبة المخطئ أو المقصر هو مش مجهل لحد في مصر والقصة كلها عارفة إنما التسطر عليه هو ده اللي أنا بشوف خطيئة مش مجرد خطأ وزي ما أنت قلت يا أسامة الموضوع أعتقد لأبعاد تانية لأن لما ييجي زي ما شرحنا مدرب لمنتقب مصر أنت بتحاول ترجعه ويتكلم على أشخاص ويجي يرد كده لا ده الشخص ده واضح أنه أقوى من التحاد الكرة كلها هو اللي موجود في الطرفين وده اللي احنا بنقوله من الأول يا جماعة فيه لجنة سلسية وفيه اتحاد كرة وقلناها من الأول فجاكي روش حط إيده اللي احنا بنقوله على الشخص نفسه وليد العطار لكن فيه حاجة قالها الكابتن محمد بركات اللي طبعا يعني يعني احنا هنا أسنين على أداءه كلاعب كرة قدم وهو محبوب بالنسبة لجمهير كرة القدم الأهلوية والمصرية بشكل عام وأنا بشكل شخصي أكيد بحبه جدا يعني في كلاعب كرة قدم ولكن احنا هنا بنتكلم في إطار المسؤول هو قال نقطة مهمة جدا قال دلوقتي خلاص لشاردة ولا واردة تعال دلوقتي الصادر والوارد داخل على التليفونات بيتبعت لنا على طول عيننا بقت في وسط راستنا كتسع أعضاء بالبلد كده طبعا يا كابتن محمد بركات احنا داخلين على مرحلة ترخيص الأندية وفيه خطابات من الكاف بالأندية المسموح لها بالترخيص وفيه قواعد وفيه كلام أو أنباء عن استقالة رئيس لجنة الترخيص وفيه كلام يا كابتن بركات عن أن الليحة بتقول أن أنت ما ينفعش تسجل قيمة اللاعبين وانت عليك مديونية للاتحاد أكيد حضرتك دلوقتي بقى معاك الصادر والوارد وانت وقول الأعضاء هل هنشوف نفس اللي كنا بنشوفه في السابق أن أندية بيتم السمح لها بقيد اللاعبين ونكتشف بعد سنين أن مديونياتها كانت ممكن تشتري صفقات لأندية أخرى تدعم بها وما ندفعش كلنا بقى أنا ليه أنا أدفع وليه أنا ألتزم ونادي آخر ما بيدفعش وبيستغل المقابل المادي الملايين دي فإنه يدعم فرقته قبل البطولات طب هو ده عدلة لا أنا مش عايز بقى تطبق علي اللي أنت بتطبقها على الأندية التانية أنا عايزك تطبق اللوايح سيبك مني النادي الأهلي زي النادي رقم 18 في الدوري أمام اللوايح والقوانين في أكتر من كده في أكتر من كده بنقول لك النادي الأهلي بتاريخه بالكامل بجمهاريته بشعبيته عايز لما يدخل مسابقة زيه زي آخر نادي في ترتيب جدول الدوري العدالة فقط لغير يا كابتن براكات ترجمة نانسي قنقر